ما يزال حاجز الخلاف والتشضي لتدوير موكينة المشهد العراقي المعطل شاخصا منذ أكثر من تسعة أشهر رغم التحركات التي تجريها القوى السياسية كرديا سيناريو 2018 أقرب للعودة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حيث الحزباني الكرديان لم يتفق حتى الآن على مرشح واحد للرئاسة المفاوضات مستمر بين الاتحاد الوطن الكردياني والحزب الديمقراطي الكردياني على منصب رئيس الجمهورية ونتأمل أن يكون نتائج موفقة يوصل إلى نتائج بمرشح واحد شيعيا تستمر اللجنة المصغرة التي شكلها تحالف الإطار التنسيقي لترشيح عدة أسماء قادرة على تشكيل الحكومة بعملها ويتولى التحالف اختيار أحدها عبر التصويت فإن فرص الاتفاق على شكل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية وبرنامج الحكومة ومدتها تبقى مثار النزاع مؤجن لوقت آخر اختيار رئيس الوزراء يجب أن يكون وفق المعايير المطروحة ووفق الشروط التي طرحت من كافة القوى السياسية بالتالي ممكن أنه كان من الخط الأول قيادات الأولى لكن بعد تنازل قيادات الأولى عن هذا الموضوع والآن طرح أكثر من اسم من الخط الثاني كما يقال ويعني المناقشات مستمرة ربما الأسبوع المقبل ستظهر النتائج العالمية وتشير المصادر إلى أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة للتصويت على رئيس الحكومة والجمهورية وسط ترجيحات لإعلان عدد من القوى الكبيرة مقاطعتها لتشكيل الحكومة في حال استمر مأزق البلاد السياسي وارتفعت التحديات أمام الحكومة المقبلة التي لا يريد أي طرف أن يكون جزءا من الفشل الذي قد يواجهها من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية